بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هذه الآيات المباركات في القرآن الكريم تدلنا على أن الكلمة الطيبة هي من الأمور الأساسية من الأمور الهامة جدا الإنسان يعيش لفترة محدودة عمر الإنسان محدود إذا واحد عمر بالقوة يوصل إلى مئة سنة الرسول صلى الله عليه وآله يقول أكثر وأعمار أمتي بين الستين والسبعين واحد وستين اثنين وستين سبعين خمس وسبعين وصلها إلى ثمانين واللي يتعدى هذا المقدار قليل جدا فالإنسان بجسمه المادي فترة بقاء وتأثيره في الأرض فترة محدودة شيلوا من هذه الفترة فترة الطفولة ومن هذه الفترة فترة نوم الإنسان مثلا بعض الأحيان فترة الشيخوخة ومن نعمره ننكسه في الخلق كما يقول الله سبحانه وتعالى الحاصل من العمر المفيد للإنسان الذي يتمكن من التأثير يمكن عشرين سنة ثلاثين سنة مو أكثر لكن الإنسان بجسمه المادي تأثيره محدود ولكن بروحه بآثاره تأثيره كبير جدا الإنسان بروحه وبآثاره يؤثر تأثير قد يستمر هذا التأثير لمئات السنوات بل لألوف السنوات ومن تأثير الإنسان كلمته الكلمة يمكن واحد صار لمية سنة سنتين عشر سنوات مئة سنة ألف سنة ولكن أطلق كلمة هذه الكلمة تبقى مؤثرة أطلق مشروعا هذا المشروع يبقى مؤثرا أطلق أمرا هذا الأمر يبقى الله عز وجل في هذه الآية الشريفة من القرآن الكريم يقول عليكم أيها الناس بالكلمة الطيبة لا بالكلمة الخبيثة لماذا لأن الكلمة الطيبة ولو هي كلمة ولو إن هذا الإنسان الذي أطلق هذه الكلمة أطلقها لدقائق تكلم وخلص ولكن هذه الكلمة قد تأخذ مسيرها تسير بين الشرق والغرب وتسير إلى المستقبل أيضا وتبقى هذه الكلمة مؤثرة عليكم بالكلمة الطيبة لماذا؟ لأن هذه الكلمة الطيبة ولو هي كلمة لدقائق ولكنها قد تكون مؤثرة أثرا كبيرة إذا مثلا أنا قاعد مكان شخص يجي وسبني الساب دقيقة أو أقل من دقيقة لكن أثره في القلب قد يبقى إلى الأخير الوقت الذي يموت قبل موته قبل خمسين سنة ساب بكلمة لكن أثرها في قلبه موجود الكلمة الطيبة الله عز وجل يقول ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الشجرة الطيبة الشجرة التي هذه الشجرة مفيدة هذه الشجرة مثمرة هذه الشجرة جذورها في الأرض حتى إذا هذه الشجرة اقتطعت كثير من الأشجار حينما يقتطعوها بعد فترة تنبت مرة ثانية ليش لأن جذورها موجودة في الأرض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قتلوا وقتلوا وشردوا لكن الكلمة الطيبة لأن جذورها في الأرض موجودة نبتت مرة ثانية ولو أنه صفوهم جسديا لكن هذه الكلمات الطيبة التي صدرت منهم هذه الأخلاق الحميدة التي كانوا يتخلقون بها هذه بقيت مؤثرة إلى يومك هذا وإلى أن يشاء الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فالكلمة الطيبة إلها جذر في الأرض حتى إذا اقتطعت حتى إذا قتل صاحبها حتى إذا حجمت حتى إذا منعت من التداول لكن ما دام الجذر موجود تنبت مرة ثانية أصلها ثابت وفرعها في السماء الأصل الثابت يكون فرع في السماء يعني لها نمو باستمرار وثم غير النمو تؤتي أكلها الشجرة الطيبة الشجرة المثمرة دائما تعطي ثمار هذه السنة تثمر السنة الثانية تثمر السنة الثالثة تثمر الله عز وجل يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الله عز وجل يأذن فهذه تؤتي ثمارها الكلمة الطيبة هكذا جذورها في الأرض ثابتة حتى إذا اقتطعت الجذور تبقى وفرعها في السماء هذه الكلمة وهذه الكلمة تصل إلى أي واحد تأثر في ذلك الشخص نحن ينبغي علينا أن تكون كلماتنا كلمات طيبة لأن الكلام هو الذي يؤثر الكلام جدا تأثير قوي من أقوى الأمور الكلام في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام الكلام يحلل والكلام يحرم إذا واحد دخل في محل سأل صاحب المحل هذه البضاعة كم قال له مثلا مئة دينار اشتراها بالكلام صر حلال إليه بدون إذن صاحب هشال هذه البضاعة يكون حرام علي إذا واحد يريد يتزوج الزواج تحل المرأته له بالكلام بالعقد أنكحته وزوجته وقبلته فالكلام يحلل ويحرم في الحديث الشريف أن شخص أو أشخاص في يوم القيامة يشوف دماء في ذمة في رقبته الدماء وهو لم يقتلهم يقول يا رب أنا لم أقتلهم أنا ما قتلتهم ليش دماء هؤلاء في ذمتي يقول الله عز وزل إنك قلت كلمة فسارت هذه الكلمة بين الشرق والغرب فقتل بها النفس المحرمة بهذه الكلمة النفس المحرمة قتلت فأنت ذاك الشخص يعني الله عز وزل يخاطبه في يوم القيامة يقول أنت شريك في هذا الدم الآن كثير من الأحيان تشوف واحد يلقي كلمة بدون التفات إلى نتائج هذه الكلمة ثم يشوف نتائج باهظة لهذه الكلمة في دين ودنيا الله عز وجل يقول التفتوا أيها المؤمنون أيها المسلمون كلمتكم تكون كلمة طيبة وحاول أن يكون كلامك كلام طيب يعني أولا تعرف ما هو الحق وثم تنطق بهذا الحق لأنه الساكت عن الحق في الحديث الشريف الساكت عن الحق شيطان أخرس حسا مرة واحد في حال تقية يخاف على نفسه أو على عرضه في تقية مو مشكلة لكن إذا لا يوجد هناك خوف على النفس ولا على العرض الإنسان يسكت عن الحق هذا شيطان أخرس الإنسان يعرف ما هو الحق ثم ينطق بهذا الحق ويطالب بهذا الحق إذا الإنسان نطق بالحق وطالب بالحق الله عز وجل يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلمة الحق تؤتي أكلها يمكن أنا الآن لا ألتفت يمكن الآن هذه الكلمة تقمع يمكن هذه الكلمة لا تصل إلى الناس ولكن ما دام هي كلمة حق الله عز وجل أذن لأنه يقول تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الله عز وجل أذن لهذه الكلمة أن تؤتي أكلها في كل زمان وفي كل مكان أنتوا تشوفون الأئمة عليهم الصلاة والسلام دائما كانوا في اضطهاد دائما كانوا في ظلم دائما كانوا في مصائب يعني المصيبة فقط مو مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام زين ولو إنها هي المصيبة العظمى لكن كل واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام كان عنده مشكلة إما كانوا مسجونين إما كانوا على كل حال ما يتمكنون يتحركون إما أصحابهم كانوا ممنوعين عنهم حتى أنه ورد في الروايات أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان محبوس في بيته المنصور العباسي الذي وصل إلى الخلافة بعنوان آل محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله زين بعد ما وصل للخلافة انقلب على آل البيت عليه الصلاة والسلام فأمر من جملة ما أمر أن يخلون شرطة على باب بيت الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويحبسون الإمام في داره لا هو يقدر يطلع بره ولا أن واحد من الناس يجي يلتقي بالإمام حتى أن أحد أصحاب الإمام من الكوفة كان جاي إلى المدينة يريد يلتقي بالإمام عنده مسائل شرعية والناس منتظرين كل ما حاول وعالج حتى يزور الإمام يلتقي بالإمام ما يقدر لأنه لا يخلون الإمام يطلع بره ولا أحد يجي يلتقي بالإمام زين فكان دا يفكر شاف واحد بياع خيار شايل سلة خيار على ظهره وده يصيح خيار 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 صاحة قال له تعال قال له جقد أنت تبيع ملابسك وكل هذا الخيار والسلة قال له مثلا بكذا مبلغ فاشترى منه سلة الخيار وكل ملابس هذا بياع الخيار اشترى منه ولبس ملابس بياع الخيار وخلس السلة على تشتفه هو كان من الرواة من العلماء كان بس كان يريد يلتقي بالإمام وقام يجي دخل في زقاق في العقد اللي بيت الإمام به يصيح خيار 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 طرق واحد واحد من البيبان زين باع لهم شوية خيار إلى أن وصل لبيت الإمام طرق باب بيت الإمام فتحه دخل بعنوان أن يبيع الخيار الشرطش أفوفت بياع خيار ده يبيع خيار ما منعه فالتقى بالإمام دقائق سرعة بسرعة سأل المسائل زين وخل مجموعة من الخيار وطلع بره بعنوان أنه بايع خيار حتى ليل تفتون بهذه الطريقة الإمام الصادق الإمام الكاظم كان في السجن سنوات الإمام الرضا هو ولو كانوا مسوي ولي العهد لكن كان مكبل ما يقدر يتحرك زين الإمام الهادي والعسكري أصلا جابوهم إلى سام الراء لأن سام الراء كانت معسكر ما كانت مدينة لأنه أحد خلفاء العباسيين الجيش كان كثير فقاموا يضايقون أهل بغداد فاضطر أنه ينقل الجيش وهو ينتقل إلى المعسكر المعسكر في سام الراء فكان الإمام الهادي والإمام العسكري جاي بهم إلى سام الراء مثل معتقلين يعني في معسكر ما يقدر يطلع من المعسكر ولكن مع ذلك مع هذا التضييق اللي بدأ من الإمام الأول إلى الإمام الحادي عشر عليهم الصلاة والسلام زين؟ ولكن مع ذلك نرى أن تأثير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكلامهم بأخلاقهم بسيرتهم تأثير جدا قوي مو على الشيعة فقط بل على جميع المسلمين إلا المعاندين إحنا ما عدنا كلامه بي المعاندين والمعاندين دائما أقلية هذا الدليل على أن الكلمة إذا كانت تبدأ هذه الكلمة من منطلق ديني حق تكون الكلمة كلمة حق وثم هذه الكلمة تلقى واحد يقول هاي الكلمة هذه الكلمة الله عز وجل أذن بأن تصل وأن تؤثر كلام قال الإمام قبل 1400 سنة الإمام أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام الآن دي أثر أكو بعض الناس من الباحثين من غير أتباع أهل البيت يشوف كلمات الإمام يشوف احتجاج الإمام يتأثر يتصير تابع لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما أكثر الأشخاص اللي في هذا العصر ديتبعون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهم أبناء مذاهب أخرى لكلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الكلمات لأنها حق الله عز وجل أذن في نشرها ولكن إذا الكلمة ما كانت كلمة حق كانت كلمة باطل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة في التفاصيل الشجرة الخبيثة المقصود بها في تأويلها بني أمية كشجرة خبيثة اشتثت فوق الأرض ما لها من قرار بنو أمية اشتغلوا ضد أهل البيت وضد الرسول بس مو بشكل مباشر لأنه ما كانوا يقدرون يشتغلون ضد الرسول بشكل مباشر اشتغلوا ضد منهج الرسول شغل عجيب وغريب إذا واحد يلاحظ تاريخ بني أمية أصلا يستغرب كيف مذهب أهل البيت وكيف أهل البيت بقوا فالشغل أولا من زمان معاوية وانت نازل في زمان بني أمية أي واحد من شخصيات الشيعة كانوا يقتلوا قتل تصفية جسدية ثم معاوية كان مجند المئات والألوف لكي يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله ويضعون أحاديث لم يقلها الرسول في ذم أمير المؤمنين في ذم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسب الأهواء اللي كان عندهم يردون يغيرون دين الرسول صلى الله عليه وآله حتى أنه واحد اجا من أصحاب الرسول اسمها مرتب بن جندب هذا اجا عن معاوية المعاوية قال لأنت تعال قول هذه الآية نزلت في ابن ملجم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله قول أنها نزلت في ابن ملجم لأنه اشترى نفسه وقتل علي ابن أبي طالب لأجل كسب رضى الله عز وجل مع أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين يوم اللي بات في فراش الرسول صلى الله عليه وآله وكان معرض في الخطر ليلة الهجرة قال تعال انت قول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت في ابن ملجم وتلك الآية الأخرى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا قول هذه نزلت في علي ابن أبي طالب قال الثمن شنو معاوية قال لـ 100 ألف درهم قال قليل قال لـ 200 ألف قال قليل قال 300 ألف قال قليل 400 ألف قال قليل 500 ألف قال ما يخالف فقبض 500 ألف وصعد على المنبر قال سمعت رسول الله يقول هذه الآية نزلت في ابن ملجم يشتري نفسه لمرضات الله وذيش الآية وإذا تولى سعى في الأرض اللي يفسد فيها نزلت في علي ابن أبي طالب مو واحد ومو اثنيين ومو ثلاثة ومو عشرة بالآلاف زين بعدين هم السلطة وقعت بيد بني أمية بعد أمير المؤمنين ثمانين عام هم مو يوم يوميا السيدة صدام بقى 35 سنة هو هو حزب البعث وجمعته بس بني أمية ثمانين سنة زين وفي هذه الثمانين سنة معاوية كان عنده خطط جهنمية كانوا يجيبون مثلا لكل عائلة يجيبون لهم فالطلي صغير للطفل إذا عائلة عندها طفل يجيبون له طلي صغير حتى يستانس بهذا الطلي أسبوع أسبوعيين الطفل يستانس بالليال يجون يشيلون الطلي الصبح الطفل يقوم يقول أين هذا الخروف يقولوا لأنه إجا علي بن أبي طالب وباقى مثلا حتى هذا الطفل وهو طفل بغض علي بن أبي طالب تركز في قلبه زين وعلى المنابر كان في العالم الإسلامي سبعين ألف منبر يعني سبعين ألف مسجد وسبعين ألف منبر والعالم الإسلامي ذاك اليوم كله تحت إشراف بني أمية من المغرب إلى باكستان إلى الاتحاد الصوفيتي هذا العالم الإسلامي كان وكله تحت إشراف بني أمية زين فعلى سبعين ألف منبر كان يلعن ويسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي القنوط من الصلاة لازم كل واحد عندما يقنط يسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى أكو في الشام في سوريا في سوق أكو سوق الحميدية أكو هناك في مسجد اسمه مسجد الذكر أو مسجد الذكر ليش؟ لأن واحد إجا صلى نسب القنوط يسب أمير المؤمنين عندما طلع من المسجد الذكر رجع في المسجد مرة ثانية وصلى مرة ثانية عاد الصلاة كأنه صلاة باطلة يعني وسب أمير المؤمنين في القنوط فسمي مسجد الذكر لأنه تذكر هذا الأمر زين لحد الآن المسجد موجود وبعد ذلك منع باطل لأن كل واحد ينقل فضيلة من فضاء الأمير المؤمنين لأن معاوية كتب في الآفاق أنه برئة الذمة ممن روى حديثا في فضل أبي تراب يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا لقب أبو تراب الرسول صلى الله عليه وآله وضعه لأمير المؤمنين لأنه في اليوم من الأيام الرسول دخل وشاف أمير المؤمنين نائم على التراب فسماه أبا تراب أبو تراب فبني أمية كانوا يتصورون هذا نقص في حق أمير المؤمنين فدائما كانوا يقولوا لأبو تراب مع أن هذه الكنية كانت أحب الكنة لأمير المؤمنين يعني كان يقال له أبو تراب كان أحب إلى من أن يقال له أبو الحسن لأن هذا مدال افتخار فد نشان افتخار من الرسول صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين برئة الذمة ممن روى حديثا في فضل أبي تراب فد واحد كان عندنا من علماء اللغة الكبار هذا كان في أوائل زمان العباسين اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا أول من كتب كتاب في اللغة كتاب العين اسمه هذا كان من الموالين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقال له له ما هو رأيك في علي بن أبي طالب شون رأيك في علي بن أبي طالب قال ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه وفضائله حسدا أعداءه لأنه يحسدوه كتموا فضائله وكتم أحباؤه أحباؤه فضائله خوفا أحباء كتموا فضائله من جهة الخوف لأنه بس ما ينقل فضيلة يقتل ومع ذلك ملأت فضائله ما بين الخافقين أي مكان تروح فضائل أمير المؤمنين منتشرة زين فمقصودي أنه مع أن بني أمية هكذا حاربوا أمير المؤمنين حاربوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التصفية الجسدية ابتداء بعد قتل الإمام الحسين قاتل أيضا كثير من ذرية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام زيد بن علي بن الحسين قتل أيضا وغير أبناء زيد بن علي بن الحسين قتلوا من بني حسن كثير قتلوا تصفية الجسدية ثم منع فضائلهم ثم وضع واختلاق روايات ضدهم زين وثم أي واحد كان حتى يخاف يسمي اسم ابن بعلي ما كان يسمي اسم ابن بعلي خاف لذال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليش كل أبناء سماهم علي علي الأكبر علي الأوسط علي الأصغر زين كلهم سماهم باسم علي لأجل هذه المسألة هذا الاسم كان ممنوع أصلا ولكن لأنه حق ولأن هذا الحقيل ملأ ما بين الخافقين بين الشرق والغار ما طلعت عليها الشمس والقمار فضاء الأمير المؤمنين منتشر لماذا؟ لأنه حق وهذا الحقيل هذا الحق وصل فإحنا لازم تكون كلماتنا كلمات طيبة وهذه الكلمات الطيبة تنطلق من الحق يعني مثلا إذا صار نزاع زين إذا صار نزاع في هذا النزاع أنا لازم لا أقول إلا الحق إذا ذاك الطرف اللي أنا متنازع وياه زين أنا لازم لا أكذب علي لا أقول شيء باطل علي الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى شنآن يعني البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعني إذا أنت تبغضه هذا ما يمنع أن أنت تعمل حسب العدل اعدلوا حتى مع عدائك هو أقرب للتقوى فالإنسان الكلمة الطيبة في النزاع لا يفوه بكلمة غير طيبة وإنما يفوه بكلمة طيبة كثير من الأحيان تشوف يصير نزاعات كبيرة بكلمة واحدة الإنسان يقدر هذا النزاع ينهي بكلمة واحدة وأحيانا بكلمة واحدة واحد يقدر يأجج النزاع الآن إحنا ترون بالنتيجة في بلادنا هناك مشاكل كثيرة خاصة في العراق النظام البائد أيضا خلف تركة ثقيلة زيان إحنا يجب علينا أن نتجاوز هذه التركة يعني نحاول محاولة أن إحنا والشعب يخرج عن هذه التركة خلاص هذه التركة تنتهي وتولي إلى غير رجعة ولكن يحتاج إلى شنو يحتاج إلى أنه إحنا في معالجتنا مع القضايا نعالج القضايا من منطلق الحق والكلام الصحيح الكلام الطيب لا بالشتم والسب ومطالبة الحق طالب بالحق إذا عندك حق طالب به إحنا الآن مثلا أكثرية في العراق الشيعة نطالب بحقنا بدون أن نمنع الآخرين حقوقهم وبدون أن نسب الآخرين بس إحنا نريد حقوقنا نطالب بحقوقنا وبقوة ولكن بدون أن نسب الطرف المقابل بدون أن نتهجم عليه بدون أنه نجي نتهم هذا وذاك لا نطالب مطالبة قوية بحقوقنا ولا نرضى بأقل من أن نعطى حقوقنا كاملة زيان إذا أنا أطلب واحد ألف أروح أطالبة أقول أنا أطلبك ألف دينار بإشكال لا وأطالبه بقوة ولكن بكلمة طيبة بدون ما أسب هس إذا أطلعني 999 زيان يقول زيان اطلعناك 999 قل لا أنا حقي ألف فأعطني حقي غير منقوس هس مرة في الأمور المالية زيان أنا أطلب واحد أبرئ ذمته مو مشكلة في الأمور المالية ولكن عندما تصير الحقوق الاجتماعية لا واحد ليس له من الحق أن يتنازل عن الحقوق الاجتماعية وخاصة للأكثرية ما إلا حق يتنازل عنها ويطالب مطالبة حثيثة وأكيدة لكي تكون الحقوق كاملة غير منقوسة إذا نحن نسبتنا 80% نطالب 80% هس هم أفرض ما يعترفون بـ 80% يقول أنتو 65% نقول لي زيان أطينا 65% ليش تطينا 52% الآن في الترتيب اللي موجود في العراق زيان الشيعة حقوقهم 52% زيان نقول أنت تعترف أنت الأمريكان أنت البريطاني أنت كذا تعترف أن الشيعة لا أقل 65% هس إحنا نقول أن الشيعة أكثر من 80% زيان أنت تعترف 65% أو 65% نطالب حتى ما بي مشكلة نطالب مطالبة حثيثة وقوية ولكن بالطريق الصحيح بالكلمة الطيبة الكلمة القوية المنطلقة من الحق والإنسان يستقوي بالحق فمثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إحنا لازم نحاول في مجتمعنا الآن أكو خلافات أكو نزاعات كل واحد مننا يتمكن من أن يكون مصلح في هذه المشكلة حتى الله عز وجل في القرآن يقول إذا زوج وزوجة اختلفا اختلاف صار بينهم الله عز وجل يقول شنو فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما حتى إذا زوج وزوجة اختلفوا مزين ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يعني ابعثوا مصلحين إن يريد إصلاحا يعني هذا الحكم مو هو جايج يخرب لا يريد الإصلاح يوفق الله بينهما يعني الله عز وجل وعد أنه الله هو يدخل بس هذا الشخص اللي مرسل لازم يريد الإصلاح مو أنه يريد الإفساد زيان يوفق الله بينهما الله يوفق إذا شفنا مشكلة اجتماعية موجودة وأنا أتمكن بالكلمة الطيبة من حل هذه المشكلة ليش لا أحلها وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا هكذا الرسول صلى الله عليه وآله كان هكذا كان أبو سفيان في أيام قبل فتح مكة كان مسافر للروم فقيصر الروم كان في الشام في ذلك الوقت لأن الشام كانت جزء من الروم زيان فقيصر الروم كانت واصلت لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله لأن الرسول أرسل رسائل إلى الملوك يدعوهم للإسلام أسلم تسلم فقيصر الروم هرقل شاف رسالة الرسول قراها أنه واحد من العرب زيان مرسل رسالة ويدعي أنه مبعوث من قبل الله تعالى ويدعو قيصر فذاك الوقت الروم يعني دولة مثل أمريكا هاليوم كانت من أقوى الدول على وجه الأرض بل أقوى الدول فقرر رسالة سأل قال أكو واحد من العرب هنا أنا الآن في الشام قالوا إيه أكو واحد جاي للتجارة أبو سفيان فالرسول صلى الله عليه وآله عفوا فقيصر أرسل على أبو سفيان فسأل بعض الأسئلة أبو سفيان يقول أنه أنا ما قدرت أكذب علي لأنه خفت خفت أنه أقول كذب فهذا يحقق يشوف كذب يقتلني لأن الملوك عادتان متجبرين كذب علي يقتله فاضطر أن يصدق فيقول فسأله قيصر الروم بعض الأسئلة فمن جملة الأسئلة اللي سأله قال لهذا الشخص عندما إجه أنتو اختلافات كان عندكم بين القبائل بين العشائر بين الأشخاص شنو سوى زاد الاختلافات أو قللها يعني حاول تقليل هذه المشاكل يقول قلت له لا أي مكان دخل حاول الإصلاح دخل إلى المدينة أوسو خزرج موجودين أربعين سنة قتال بيناتهم زين فأصبحتم بنعمته إخوانا فهذا الرجل أي مكان إجه أي مكان خلاف موجود أصلح هذا الخلاف ضمن أسئلة أخرى أيضا كان فقيصر قال لأبو سفيان إن الرجل نبي فاتبعوه هذا الرجل بهذه الأوصاف اللي قلته هذا نبي لأنه إذا كان ملك حتى يحكم فرق تسود زين هاي سياسة الاستعمارية مو من اليوم من اليوم الأول كانت بس ما دام هو نبي فيريد الاتفاق إحنا أي مكان شفنا أكو مشكلة اجتماعية خلاف زين بين أخ وأخيه بين عشيرة وعشيرة أخرى بين جماعة وجماعة أخرى نحاول أن نكون مصلحين والكلمة الطيبة إذا صدرت الله عز وجل أيضا يوفق إذا الآن ما أثرت بعد شهر تأثر إذا بعد شهر ما أثر بعد سنة تأثر إذا بعد سنة ما أثرت بعد عشر سنوات تأثر لأن الله عز وجل وعد والله أصدق الصادقين لا يخلف الله وعده وعد إذا أنت انطلقت من الحق الله عز وجل يوفقك ولكن يحتاج إلى بعض الأحيان إلى زمان فعلى كل حال أي مكان شفنا أكو مشكلة نحاول الإصلاح إذا في بعض الأحيان واحد أفرض معتدي علينا علي شخصا زين مو مشكلة إذا أفرض واحد دخل الإصلاح قال زين صحيح ذاك معتدي عليك بلكن أنت تعال تنازل إذا في إصلاح ما بي إشكال وأهل البيت كانوا هكذا الرسول صلى الله عليه وآله حينما دخل مكة فاتحا جيش الرسول عشر تالاف وآحد كان زين وأهل مكة ناس كانوا قد آذوا الرسول إيذاء شديد بحيث أنه قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت إيذاء عجيب وغريب كانوا مؤذين الرسول صلى الله عليه وآله وحشي قاتل حمزة هذا مثل بجثمان حمزة هند زوجة أبي سفيان مثلت بجثمان حمزة يعني وحشي إجا شق بطن حمزة أخرج كبده كبده ثم هند لاكت هذه الكبده في حلقها زين أكو في الحديث أن الله عز وجل جعله حجرا حتى لا تبتل علي صر جزء من جسمها فلفظته يعني ذبته ثم قطعت أصابعه زين تمثيل بجثته أنف قطعته إذان قطعته لسان قطعته وهذه الأعضاء جعلوها بشكل عقد زين يعني لا بسفد عقد مثل مثلا النساء تتزين بعقد من ذهب أو شيء هذه أعضاء جسم حمزة أصابع إيده ورجله وأنفه وأذنه كذا بشكل عقد معلقته على رقبتها بهذه الكيفية يعني تمثيل بشع وعمل وحشي إلى أبعد الحدود زين الرسول صلى الله عليه وآله دخل مكة وهو المنتصر وعنده جيش عشر تالاف واحد زين وأهل مكة أذن الله مقابل الرسول وإذا كان يبطش بيهم ما أحد يلوم ولكن حتى هذا وحشي الرسول صلى الله عليه وآله عفا عنه عفا عنه أجي أمام الرسول صلى الله عليه وآله الرسول عفا عنه ولكن قال لا تراوين وجهك لأنه كل ما أشوفك أذكر عمي حمزة وما فعلته به فأتأذى بس أنت معفوان عنك عفا عنه زين إحن هم لاجه يكون هذه الحالة عدنا أن نكون حتى إذا عدنا حق شخصي زين إذا الإصلاح توقف على التنازل من حق الشخصي مو من حق الأمة أحنا ما لدينا حق أي واحد يتنازل عن حق الأمة زين ولا أحد يقدر يتنازل عن حق الشيعة ولا أحد يقدر يساوم عن حقوق الناس بس عن حق الشخصي في الأمور المالية أو كذا يقدر يتنازل إذا الإصلاح متوقف عليه خليه تنازل والله عز وجل يقول وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها إلى أن يقول زين فأصبحتم بنعمته إخوانا بالكلمة الطيبة اقتراح أيضا موجود لأن الكلمة الطيبة منها ذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكر فضائل أهل البيت زين ذكر مناقب أهل البيت حتى نتعلم وحتى أبنائنا يتعلمون زين أنه كل واحد من عندنا إذا عنده بيت عنده مظيف زين عنده مكان اجتماع يخلي بالأسبوع يوم أو ساعة يجيب خطيب يذكر فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأحكام الشرعية الآداب الإسلامية الأخلاق الإسلامية وذكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالأسبوع مرة هذا هم يوجب البركة لأن أي مكان يذكر فيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تذكر فيه الأحكام الشرعية تذكر فيه الفضائل الأخلاقية الملائكة تنزل في ذلك المكان وتحف بالأشخاص اللي قاعدين في ذلك المكان الملائكة والبركة تنزل عليهم إلى أن ينفضوا إلى أن يتفرق المجلس زين فكما يقول الرسول صلى الله عليه وآله في قضية الكساء لأمير الممن عليه الصلاة والسلام فيوجب البركة هذا أولا الشيء الثاني يبتعد عن ذلك المكان المصائب والمشاكل والشيء الثالث تعلم الإنسان يتعلم أبناء يتعلمون الصغار يتعلمون الأشخاص اللي جايين يتعلمون الأحكام الشرعية يصير ذكر لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فالبركة تجي وتعلم الأحكام والمسائل والفضائل فبالأسبوع الإنسان في بيته أو في مظيفة زين مو أكون اجتماع يدعو خطيب يجي القيلة مسائل شرعية فضاء الأهل البيت عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وآله وذكر مصيبة دقائق يعني وبيه البركة ومثل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والبركة بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة